فدان بقى اللي هتدي لكل مواطن لكل الشاب بقى 10 طلب جنيه في بلد مفهاش نقطة مية ازاي اولا عاوز اوضح لان الموضوع ده حصل فيه التباس انا عمري ما قلت هدي لكل شاب او عندنا 20 مليون شاب هتدي اه لا لا ما قلتش كلام ده انا قلت ايه انا قلت احنا هنصلح ارض في الصحر الارض اللي عشان نصلحها مرتبطين بحجم المياه الجوفية اللي في مصر وبالمناسبة لا توجد اي معلومات نهائية مؤكدة عن حجم المياه الجوفية بس انا التزامين ان مشروعنا نصلح بيه ارض على قد المياه الجوفية اللي عندنا وباستخدام رشيد مش اعمل لها استنزاف لان المفروض كل مخطط يعمل حسابه انه هو فيه اجيال جاية ما ينهبش الموارد الناضبة الا في حدود تقدرنا ان احنا ممكن نعمل ثلاثة مليون فدان ممكن يزيد وممكن يقلو بعد من دقق وبالمناسبة انا حطين في برنامجنا رسم خريطة معلوماتية عن فروة مصر الطبيعية اللي هنشوفها امتا؟ هنشوفها بعد سنتين مش قبل كده لا هنشوف الخريطة امتا؟ بعد سنتين؟ بعد سنتين عارف الخريطة دي معناها ايه؟ اهه اننا بالجيوفيسيكس وادواته انزل على كل متر في الصحرة بتاع مصر وعمله فحص دقيق للموارد اللي تحت الارض ده يخلص في سنتين؟ ده ما يبقى طموح يخلص في سنتين واما الدولة تبقى شريك فيه مع مواسسات علمية وده منقشه مع خبراء ادهم في الموضوع اشتغلوا مع جامعات ومراكز بحثة ادنبية وطبقوا ده على حي سديق في مصر الكلام ده مش بتاع الامر الصناعي اللي بيقوله الامر الصناعي تقدير اولي لا يمكن الاعتماد عليه في خطة جدة اللي بيعمل ده مجسات بتنزل على الارض واحنا بدرجة من التنظيم الاداري هنستفيد ليه بقى؟ لان انا بدي شركة بترول حق التنقيب بتروح تنقب تنزل كده في الارض الالة بتاعتها فبتعبر على كل طبقات الارض اول ما توصل للمساحة اللي هي عاوزها اللي فاها بترول زيت وغاز ما بتكملش خلاص تقوم واقفة طب اللي انت بقى شفته بالمجسات الزكية بتاعتك ورصدته في كل الطبقات دي بتعمل ايه الشركة دي فيه؟ بتروح ترطى زر ديليت امحي ولا معلومة من دومة بنستفيد مياه طب بس ده مكلف جدا عشان احنا مكأح الا ابع يعني التنقيب عن الثروات المعدنية مكلف جدا معروف على مين يعني شركة الاجنبية اللي تيجي بتدور على زيت او بترول او غاز صحيح بتتكلف مليارات ومقاة الماليين مدامية بقى بتتكلف تنجيب منين؟ وانا ادت لها حق التنقيب ما اشرت عليها ان المعلومات الجيولوجية دي تقدمها لي كدولة اربط الجهاز المركزي للتعبئة والاحسان ومركز دعم القرار وهيئة الثروة التعدينية اللي هتبقى وزارها مستقلة باذن الله واحط دول في خريطة هتبقى ليارز كده طبقات فوق بعض اعرف منها انا عندي تحت الارض ايه بالزبط وكمية الاشعاع اللي نازل والضغط الجوي وسرعة الرياح لانا استخدم ده في الطاقة الشمسية وفي الرياح في توليد الطاقة المتجددة احنا محتاجين معلومات مصر تفتقد وده جزء من اسباب تخالفها الاداري تفتقد لمعلومات موثقة محدثة قابلة للاسترجاع وفي اتاحة هيعملوا استثمارات سواء كانوا قطاع خاص او مستثمرين محليين او جايين عرب او اجانب او للقطاع العام والتعاوني نتاح هنعمل الخريطة بس عشان عشان ارجع لكامل الموضوع هل ده خاضع ايضا يعني كده مش هنوزع فددين لحد ما تعمل دراساتك لا انا بقى اللي قلته ايه انا اللي قلته طريقة التوزيع مش ان كل واحد له عشر تلاف جنيه مش كل شاب لا انا عندي تلاتة مليون او اتنين ده مخمالين او ممكن يبقوا مليون او مليون او لقيتهم عندي مية جفية تخليهم خمسة مليون كويس بقى السؤال بقى هتوزعهم ازاي يا رئيس يا جديد هاجزة يا رئيس بقى اللي فات او اللي قابل اللي فات قدي خمسة لاف جنيه خمسة لاف فدان قدي خمسة لاف فدان ومية الف فدان للي كان معايا في لجنة السياسات في الحزب الوطني اللي قريب من جمال مبارك تدي له الف فدان ببلاش يسقعهم ويرجع يبيعهم للغلبان لا مش هوزع كده هوزع فدان لكل فلاح معدم او شاب بدون عمل بس ده تفتيت للرقة الزراعية اذا بقى الزراعية بالضبط انا بقى مقدم الاجابة هو اخذ الفدان وهدي له عشر تلاف جنيه كارت ومش هسيبه يزرع بمفرده الفدان او يصرف العشر تلاف لانه جايز يكون محتاج يشتره له عيال وحاجة لا تنجير بيتكلف تلاتين مليون تلاتين آل انا هقولك الحزبة هقولك الحزبة سهل ازاي كل الف فدان من دول هيعملوا كوحدة اقتصادية واحدة وملكم هيشكلوا تعاونية واحدة وهتدار الالف فدان دول وانا بحرتهم وسويهم واعزقهم وابدرهم ورشهم واحصدهم كوحدة انتاجية واحدة كده انا استفدت من اني وسعت قاعدة الملكية بدل من الاغنية يبقوا ناس قليلين في ايدهم الالف الالف فدان الالف فدان اوزعهم مش على واحد من رأس مالية المحاسيب هوزعهم على الاف فلاح ما عندوش ملك او الاف شاب ما عندوش شغل وقال لهم يلا بقى رجالة انتو الالف كده مع بعض وانا هدعمه اجيب شركة البحيرة اللي عمرها قرن وعلىها سبعمائة مليون دلوقتي وتخصرت ضمن الشركات اللي تخصرت وولا انت بامكانياتك اعمليلي احسن استساعت تامن